مواصلة لزيارات الميدانية بولاية ندي شرق زار اللواء تومجر والسوقية عددا من المنشآت والمرافق الحيوية وذلك بغرض الوقوف لمعرفة التحديات والمعوقات التي يواجهونها خلال سير العمل بالولاية مفتتحا زيارته في هذه الجولة بزيارة المندوبية الولائية لوزارة الانتاج والتحول الزراعي حيث استقبله مندوب وزارة الانتاج والتحول الزراعي لولاية ندي شرق الذي قدم له حصيلة الإنجازات لهذا العام من ثم يتوجه إلى الهيئة الوطنية للأمن الغذائي والتي تحتوي على كمية مقدرة من الاحتياط الغذائي لسكان الولاية كما زار الهيئة الوطنية لتنمية الريفية الذي أوضح مسؤوله بشح الأمطار لهذا الموسم وندرة الانتاج ليتوجه الوالي ووفده إلى مقر الوكالة الوطنية للوثائق والتأمين الإلكتروني ملتقيا بمدير الوكالة الذي بدوره أمن على سير العمل بصورة طيبة لواصل زيارته لمندوبية وزارة الثروة الحيوانية والانتاج الحيواني حيث قدم له مذاكرة تحتوي على جملة من المطالب ليلتقي بعدها بمندوب وزارة التعليم وترقية المواطنة وقدم له شروحات فيما يتعلق بالصعوبات يليه بعد ذلك مندوب وزارة البنية التحتية وفك العزلة حيث استمع إليه وقدم له بعض من الأسئلة معرّيا بعدها إلى مندوبية وزارة الشؤون الثقافية والتراس التاريخي والسياحة وكذلك محكمة ولاية مدينة يمجرس الذين رحبا بهذه الزيارة مختتما زيارته بمندوبية وزارة البيئة والصيد والتنمية المستدامة والذي أكد فيه الوالي بتقديم المساعدة ورفع المطالب إلى الجهات العليا لوضع المعالجات